نعم جديد قبل قليل غادرت من هنا قافلة مساعدات إنسانية وطبية من معبر رفح البري متوجهة برفقة الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة حيث ستنقل هذه القافلة المساعدات للمواطنين الذين تبقوا في منطقة مدينة غزة والشمال ورفضوا أوامر التهجير القصري من الاحتلال الإسرائيل مع بداية الحرب البرية على قطاع غزة هذه القافلة المحملة بالمساعدات المصرية وأيضا المساعدات العربية التي قدمت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح انتقلت هذه المساعدات من مواد طبية واغثية وأغطية ومستلزمات طبية وكل ما يلزم المواطنين في شمال قطاع غزة وتحركت قبل قليل من هنا حيث نتواجد أمام معبر رفح باتجاه المناطق الشمالية من القطاع أيضا وصل قبل قليل الجزء الثالث والمرحلة الثالثة من المستشفى الميداني الإماراتي وصل قبل قليل عبر معبر رفح البري أيضا متوجه إلى مكان إقامته في مدينة رفح وسط مدينة رفح لاستكمال الإنشاءات فيه ليبدأ بالعمل خلال الساعات المقبلة نتحدث أن الطاقم الإماراتي أخذت على عاتقها ينجز هذا المستشفى ويصبح جاهزا للعمل في غضون 72 ساعة واليوم وصلت المرحلة الثالثة من هذا المستشفى وبالتالي كميات كبيرة من الأجهزة والمعدات والمسلزمات الطبية رأيناها قبل قليل في هذه القافلة الإماراتية التي انتقلت إلى داخل مدينة رفح وهي سيبدأ العمل لاستكمال هذا المستشفى ليكون جاهزا لاستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين في ظل العجز القائم في المنظومة الصحية على مستوى قطاع غزة خلال الساعات المقبلة أو خلال على أكثر تقدير مساء غد سيكون هناك في استقبال لبدء هؤلاء المصابين والمرضى الفلسطينيين أيضا نحن الآن في انتظار وصول المحتجزين الإسرائيليين إلى هذه البوابة هذه البوابة التي يمر منها أيضا المساعدات وتمر منها أيضا المحتجزين الإسرائيليين في ظل التهدي أما بين المقاومة والاحتلال بوسطة مصرية وقطرية الآن قد تعدينا الساعة الرابعة هو الموعد المحدد لتسليم المحتجزين بكل شكل يومي لكن في هذا اليوم لا نعلم ما سيكون هناك تأخير أم لا هذا ما سيكشفه الساعات المقبلة خلال تواجدنا ومتابعتنا هنا على بوابة المعبر في حال وصول هؤلاء المحتجزين في رابع أيام التهدئة هو اليوم الأخير لطالما لم يتم الإعلان عن تمديد هذه التهدئة